استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وفد مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين برئاسة محمد خليفة البدواوي وذلك في مكتب سمو الحاكم ورحب سمو نائب حاكم الشارقة من الوفد مشيدا سموه بما يقدمه النادي من دعم كبير لرياضة الصقور وممارسيها من الصقارين وأنشطته المتواصلة التي لها أبلغ الأثر على الحفاظ على الموروث التراثي وثقافي وهنأ سموه مجلس إدارة النادي على النجاح الكبير والإنجازات التي تحققت خلال المشاركات الماضية من اللاعبين وأبرزها إنجاز راشد سعيد بن سرود المنصوري بفوزه بالمركز الأول في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور فئة المحترفين عن الموسم الماضي